اشتركوا في القناة هاي بقى واضح لكو دلوقتي هو طبعا مختلف عن المراكب التانية اللي كنا بنعملها احنا صغيرين اللي بتبقى مبيعة كده وليها شراع دي اكيد كلنا عارفينها بس دي مختلفة شوية هنبدأ مع بعض كده ونشوف التعامل ازاي اول حاجة هنشتغل عليها ان احنا هنتني الفطر ده والفطر ده طيب نبدأ مع بعض طبعا انا مكنت تانيهم قبل كده كتسكيل الموضوع معانا عشان نعملو بسرعة عشان ما ياخدش من هنا وقت هذا الخطر ده وادة الخطر ده تمام طيب انا بعمل بقى خطرين دولة لان انا هاجي بعد كده اتني دي الزاوية دي هجيبها هنا الخطر ده المفروض هزبط عليه الزاوية بتاعت المربع ده خلينا ناخد بالنا كويس ان ايه الزاوية دي ما تجيش يمين ولا شمال عن الخط اللي هو ايه المتني ده طيب هنعملو كده وبعدين اتني كده كده نجيبه بناحية اللي قسطها نفس الكلام هنزبطها على الزاوية دي تقريبا كده بعدين هعملها كده وكده تمام طيب الناحية دي بطو نفس الكلام هنعملها كده هاول نزبطها على المنظر ده كده هو احنا لو بعدناها شوية عشان الزاوية دي ما تبكبش على بعض من هنا ومن هنا يش مشكلة اهم حاجة يبقى الخط ده او الراس دي او الزاوية دي مظبوط على الخط اللي احنا شجالين عليه طيب هنتني دي كده هنتني دي كده حاول نزبطها شوية لو كانت بعيدة قويان كده معقولة مش مشكلة تمام طيب لسه الناحية دي معانا هنيجي هنتنيها كده نزبطها برضو على الخط بتاعنا هنتني من هنا كده ومن هنا كده تمام طيب احنا كده عملنا الاربع زاوية زي بعض طيب في حاجة بقى هنيجي لشتغل على كل نحيتين زي بعض يعني الناحية دي هتبغير دي ليه دي مش المتقبلة ليه دي ودي هيتعامله زي بعض طيب هنتني كده دي هنشوف الخط فين وهو هنا النص ده ونقام ونزبط عليه كده تمام وبعد كده نعمل الناحية المتقبلة ليها نفس الكلام هنا نتنيها كده تمام كده ده هنتنيها والاتنين دول هنتنيهم بس العكس لجوه يعني هنفتح دي كده ونعملها لجوه كده بالطريقة هنيجي بقى هنعمل ايه كده كده معنا ايه بقى عندنا بتقفده بالطف ده هنيجي هنقوم عاملين كده نتنيها كده اس ايه هشتغل على ده بعد كده راجع نفتح ده تاني شان ده يبقى المص بتاعنا او المال سنتر بتاعنا اللي هنشتغل عليه تمام طيب دي هنتني من هنا كده عشان ازبط المسافة على جزء ده هتنيه كده ايه بردو ده هيجي على على المركز او السنتر ده حاول ازبط على الراس هنا بالجوز ايه ده كده ازبطها على دي والناحية التانية بولا ازبطها على دي ومبتلك كويس ارجع قليبها الناحية التانية فهو مفروض من الاساس ان انا بعملها للناحية التانية عام اطول بس انا بازبط من هنا عشان ازبط دي مع السنتر بتاعي شان ما بوظيش الدنيا طيب هتنيها كده العكس كما قلنا تمام والناحية القابلة لها اعمل نفس الكلام هجي من هنا كده هتنيها كده وازبط طبعا زي ما قلنا على الزوايا بتاعتي الزوايا دي او الراس بتاعتي اي ان كان دي ودي وهزبط التانية بتاعتي عليها تمام وهتنيها العكس كده طبعا ده الشكل عندي بالمنظر ده اندفها بس عشان انا مش عايز دول يركبها على بعض كده احاول بس بالراحة كده ازبط لو فيه جزء ايه بعتزدنا صغيرة كيش بيقصرش على بقية الشغل بتاعي تمام تمام طيب طيب الجزء ده لو احنا بحزنا يبتيني كده تمام تمام هنجح اشتغل عليه كده وبعدين هنعمله العكس من الورا كده ببتيني زيو تمام كده 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 هنعمله كده حد ازبط الزوايا والحاجات بتاعتك كلها عشان ملكبهوش على بقية زي مقومنا ما يلينيش مزبوطة قوي ببطني ان انا مش شغل من الاول بس بطرق المتاع هنحاول ايه نهرب من العيوب دي في الشغل تمام طيب رحمة كده الشكل ده معنا كده وبعد كده هاجي هتني دي كده ايه نشوفه هنا نقولنا تانينا دي الاول وبعد كده هنجد حوم نجدها باية المص هنا او نزبوطها على دي يعني من هنا نزبوط دي على الخط دي تمام هنقف كده براحة معايا تمام هنعمله كده تمام طيب المحية التانية هنجي نعملها اخلي بالكو انا بعمل كده ممكن هلاقي جوز ده طلع مني كده لانا حاول اخليك موه ما يطلعش معايا عشان ما يلقينيش بعد كده هنيتني دي كده. طيب احنا واحدة بنشتغل ساعات بنلاقي دول بيتكبوا على بعض بان هنا كده هعمل لك جزء ده. دي مش مشكلة معنا خالص. ممكن ما بقانش معك اصلا على حسب حجم الورق. بس هي نفترض ان هي ظهرت معنا كده زي الظاهر قدامنا. دي مفهاش مشكلة مش هتدقيق نوع حاجة. نجيب الناحية التانية. بنعملها نفس التلام. كده. تمام? المنظر ده. ووصلها لناحية التانية. هنعملها نفس التلام. المنظر ده. تمام? ماشي ظهرت معنا برضو الدزء ده. تطيقى العين لناحية التانية ظهرت. احنا قولنا مش مشكلة معنا خالص. هنعملها كده. المنظر ده. طيب احنا دلوقتي وصلنا للشكل ده. ده. باقي معنا هكتب بالزبط هنعملهم ونبقى كده خلصنا. الزاوية اللي تحت دي هنتنيها كده. تمام? نزبط الراس دي مع الايه? مع الخط ده. نزبوطة معايا. واللي فوق نفس الكلام. طبعا انا هبنسبها لكم ايه اللي تحت. ايا كان يعني النحيتين دول هتنيهم كده وكده. تمام? طيب. بي حاجة كمان هعملها. شايفين الجزء اللي بوه ده? ده هجيبه بس شوية كده. ان ده المفروض ان ده هقلبه عشان نعمل الماركة. ازاي? هنشوف مع بعض. طبعا. انا بس عايز اوديكم حاجة الاول. لو انا جيت قلبتي ده كده. شايفين الجزء اللي داخل ده وجزء اللي داخل ده. ده هنقلب عليه. بمعنى ان انا هعمل كده. وعمل كده. تمام? كده. شايفين ده بيبطل معي ازاي? اول بس اعمل ده كده. جزء ده هقوم يدخله كده. هنا. تمام? الجزء ده. هدخله هنا. تمام? يبقى انا كده معي المركب. المركب. وعمل سنا هتكريم هنا شوية. ازبط الاجزاء دي. حيس. ومزبوط معي. حاجات انا لايها طلعة. عايز تسوط لداخلها بسابع كده. تمام? هو كده المركب شنبه جاهز. كده. مفروض ان ده المركب بعد ما خلص. يبقى بالشكل ده. تمام? احنا قولنا هنزبوط هنزبوط لداخلها بسابع ما كده. تمام? ده المركب معي. ده المركب اللي قابل كده. تقريبا الاثنين في نفس الشكل. تمام? يبقى قابل كده. خلصنا المركب. اشتركوا في القناة